نظرتي لموضوع الدولة العميقة أعمالك برشا بحوث في الدولة العميقة الدولة الأمريكية مثلا الدولة البريطانية فرنسا تركيا عدد دول فيها الدول العميقة يعني فيها عمق ما معناه؟ أولا عندك عدد كبير من العباد عندك تاريخ كبير في البلاد عندك مؤسسات عريقة هذه مع بعضها تكون الدولة العميقة الدولة العميقة موش حاجة خايبة أرى رأوا الدولة العميقة بمعنى الدولة الرزينا لأنه الفرد لما يوصل للرئاسة مين يمشي يلعب بالدولة يمشي يقضي عليها كم يحب عادة الدولة العميقة مما تتكون الدولة العميقة تتكون من مجموعة من المؤسسات تتكون من الجيش تتكون من المخابرات تتكون من الأحزاب الرئيسية تتكون البلدان الفاها ملوك تتكون من المؤسسة الملكية تتكون من رجال الأعمال هذا في العلوم السياسية الحديثة ابن تيمية عنده كلام يسميهم أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد يحكي على أهل الحل والعقد شكوه؟ يقول هم التجار والصناع والأمراء والجند هذا ابن تيمية تتكلم تقريباً توصيف ابن تيمية لمن هم أو تعرفه لمن هم دولة أهل الحل والعقد هو تقريب ما يسمى في العلوم السياسية الحديثة بالدولة العميقة بالتالي أنت بش يكون عندك دولة عميقة بش يكون عندك عمق لما يكون قولوا أمريكا فيها دولة عميقة فيها 350 مليون عبد تونس ما فيهش فيها 12 مليون واثنين منهم البرة وعشرة في الداخل معناه ما عندكش العمق ما عندكش مؤسسات قوية ما عندكش اقتصاد كبير ما عندكش برشة فلوس ما عندنا شيء بالتالي هي دولة ما تنش تكون دولة عميقة تونس ما فيهش دولة عميقة لأنه لو جدت فيها دولة عميقة ما تنش مرة كيمة وسيلة كان عندها حصة أتعين ستة وزراء وسيلة مرت برقيبة كان مخصلها برقيبة ستة وزراء هي اللي تنحي هي اللي تعينهم وهي اللي تنحيهم وعندها مستشارين خاصين به لو كان جدت عنا دولة عميقة ما يجيش بوليس كما بن عليه يشد السلطة ويطرد الرئيس لو جدت عنا دولة عميقة ما جيش ليلى واخواتها يحكموا في اقتصاد البلاد لو جدت عنا دولة عميقة ما يجيش قيس من آخر السلم يجيبوه الإيرانيين والروس ويفرضوه على روسنا يحل المجلس الأعلى القضاء يحل كذا يعني إذا أنت الدولة العميقة والمجلس الأعلى القضاء يمشي وأكبر قاضي في البلاد يتحط في الحبس هذه ما عاش دولة عميقة إذا رئيس جهاز المخابرات بتاع الاستعلمات العامة يتحط في الحبس هذه ما عاش دولة عميقة إذا قادة الحرس وقادة البوليس يتردوا ويحالوا على المعاش هذه ما عاش دولة عميقة إذا التجار يتحطوا في الحبس ويتهموا هذه ما عاش دولة عميقة هذه ما عاش دولة عميقة نحن تمنيت أن تقوم معنا الدولة عميقة ما لدينا أي أين أهل الفن قطع النظر على النواحي الأخلاقية والدينية لا نتكلموش عنها الآن لكن أنت ريت فيلم تونسي يتفرجوا فيه أجانب ريت مغنين توانسة في مهرجانات عالمية أنت ريت جيش تونسي يغزاء بلاد أخرى عنا شيء إحنا الدولة هاميشية برجيبة بناها على أساس كل المؤسسات اللي كانت عنا كلها ضربها وبناها على أساس أنها تكون دولة هاميشية دولة الفرض الواحد بتالي السبعين سنة تبنت في اللاوعي متاع المواطن التونسي أن يهم أتباع لشخص واحد بتالي نحن نعبده الشخص عنا في اللاوعي متاعنا صحيحا نقول لا إلا الله محمد رسول الله ولكن نعبد الأشخاص لأننا تعلمنا العبادة من برجيبة من يوم برجيبة جاء ونحن نعبده في الأشخاص نعبده في الزعمات وحتى الأحزاب اللي تكونت كلها فيها عبادة الأشخاص هذه المشكلة المتاع وبالتالي أنا لا أؤمن أن هناك دولة عميقة في تونس وأتمنى أنه بعد انقشاع هذه الغمة نبنيه دولة عميقة بمعنى أنه مش واحد يرقد ويقوم ويقلب لنا الدولة لما ترامب حب يلعب بالدولة في أمريكا الدولة العميقة تحركت وأول من تحرك القائد العام القوات المسلحة الأمريكية أعلن قال نحن ولائنا للدستور وليس لأي شخص هذاك قال له حاضر سيد الرئيس أنا حاضر للإنقلاب وجاب الدبابة متاعه حطها قدام القصبة هذه معنى جيش لما جاء المجلس الأعلى للقضاء البرلمانين قدموا اعتراضات وقدموا قضايا المجلس الأعلى للقضاء معمل فيها حتى شيء يوم ضرب المجلس الأعلى للقضاء نفسه ومشاء واحد منهم قدم قضية في المحكمة ضد أنه البوليس جاء سكر لهم بشرولية سكر لهم المقر متاحهم القاضي رفض الطلب منتاع المجلس الأعلى للقضاء رفضه وقال له ما يقانوني اللي عاملوا قاية سعيد وسكر لكم بشرولية بالرغم أنه هناك حتى نص قانوني يقول ذلك ووقتها مزال عنا الدستور القديم اللي عنا قضاء الآن قاية سعيد مشاكل أنت ثم دولة عميقة يجي واحد يكتب الدستور واحده وبعد يفيق اللي فيه 42 غلطة ويمشي يهبطه يعود يخرجه من بعد ما نشره في الرايد الرسمي ويعود ينشر يصلح 42 غلطة 42 غلطة روه دستور جدي ويكتبوا واحده فيه دولة عميقة يقوم يقول راني عملك قرار واحده فيه دولة عميقة هذه كنادي عكاشة تقول روه معها عصابة رام ساكت دولة العميقة راه هي مؤسسات الدولة القائمة اللي هي القضاء والمخابرات والداخلية والبوليس والجيش والصناعات الحربية والملك والرئاسة ورئاسة الحكومة هذه كلها مع بعضها والأعراف إلى آخره معنى يش دولة عميقة في تونس احنا عندنا ما يسمى بالدولة البسيطة اللي ما عندها حتى تركيب ليس الدولة مركبة احنا دولة في علم السياسة نحنا الدولة بسيطة اللي يجي سوقه حتى الطاست المخ العسكري هذاك اللي مسكر البرلمان لما الغنونشي قالوا علش تسكر في البرلمان هذا ممنوع بالدستور قالوا أنا أنا لحماية الوطن مانيش لحماية الدستور دخلوا له في مخه أنه الدستور والوطن أعداء كما دخلو لنا في مخنا أنه الكرامة الكرامة والخبز أعداء بالتالي التونسي دي ما عنده كلمة دي يقول لك الكرامة قبل الخبز أخويا ليش وليه يقول لما ما عندكش خبز ما زال عندك كرامة مو بش تبدش هاد الصف مصباحة على الخبز لأنه من دواعي أنه يكون عندك كرامة يكون بطنك شبعانة أو أولادك شبعانين عندهم خبزهم